أول شيء يعني ما هي موزية هذه المنصة أنها من المنصات التي يمكن أن تقومها بتحويل أي عملة في مثل عملة مثلا USDT PTC يعني بأي عملة مشفرة إلى عمرتك المحلية بطريقة سهلة سهلة جدا وبطريقة بسيطة لغير إن كنت من المغرب كنت من الجزائر من المنصر من أي دولة في العالم مريتانيا يعني أي دول في العالم يمكن من خلالها تقوم بتحويل عملة مشفرة إلى العملة الخاصة ببطريقة سهلة سهلة لغاية منصة اليوم بنصة بنصة معروفة جدا هذه هي منصة التي يمكن من خلالها تقومها يعني بيئة تداول في العملة مشفرة يمكن تقوم بتحويل العملة مشفرة إلى يعني البنك الخاص بك يعني دون أن تحوي يعني بعض المالات خلال بعض الدول ممنوع أن تستعملها لعملة مشفرة ولكن من خلال هذه الطريقة التي سأشرح لكم اليوم يمكن أن تقوم بتحويل العملة مشفرة إلى يعني العملة الخاصة والمباشرة إلى البنك الذي أنت تستعمله داخل تلك الدولة أو تلك المنطقة التي أنت تنتمي إليها دولة تقوم بتحويل مباشرة من المنصة إلى البنك على المهم طريقة تسجيلية طريقة كلاستيكية يعني فقط تعمل هنا عملة تسجيل يمكن تقوم بعمل سجيل أسفل الفيديو حتى تستعمل تقوم بحصول مثلا على بونس من خلال هذه المنصة فقط تضع مثل الأيميل الخاص بك إن كانت لأفلية تجب أن تقوم بإضافة أفلية يعني تحصل مثلا على بونس ثم بعد ذلك هنا مثلا سنختار مثلا الأيميل خاص بك ثم بعد ذلك يمكن تقوم بالدخول يعني بشكل مباشر إلى المنصة بطريقة سهل غير إن كان لديك حساب على مهم بحكم نديل الحسام السابقة من خلال هذه المنصة فقط نعمل هنا لوقين ثم يمكن نقوم بالدخول بشكل مباشرة إلى حساب الخاص بطريقة السهل غير هنا ضع مثلا الأيميل ثم كلمة المرخص لتنبيرها بطريقة يمكن نقوم بإرسال مثلا فيرفية الخاص بأسركواتي الخاصة عندما تقوم بالدخول إلى التاشتراك أول شيء يعني تجد مثلا على البنونس خاص بك يمكن أن تقوم بإخفاءة البنونس أو مثلا رسيل المدوج لديك من هذا المكان أو يمكن أن يظهره بالدغط فقط على العين لكي يظهر لك مثلا يعني البنونس الخاص بك وهنا على عملية الويت ساكم تبعي وتبدو إلى غني ذلك من خلال يعني يعني العملية التي تقودها بها سابقا عمل الإداع هي عملية بسيطة غير سواء من الكريبتو ديبوزي أو من خلال فيات ديبوزي اختار إختار أنت الأولى قفطة يعني من خلال المباشرة تلقي الأموال من خلال كريبتو ديبوزي أو من خلال العموات المشفره ثم بعد ذلك يمكن أن تختار العموات المشفره التي تريد أن تتقوم بالإداع من خلالها هناك العديد من العود المشفره هناك يعني لينيك يعني أو لونة ليوت كذلك العديد من العموات المشفر التي يمكن أن تقومها باختيارة في هذا المكان يعني عملات كثيرة لغاية ليست فقط عولة موحيدة يعني حتى يعني عملات متنوعة كذلك من خلال منصة منصة بنص يمكن أن تختار العموة المشفره في هذا المكان ثم بعد ذلك تقوم بنسخ مثل هذه العموة المشفره وتقوم بإرسال شخص الذي يريد أن يرسل لك العموات المشفره يعني لان تستحب يعني ترقي الساحة لغاية فقط سحب يكون مئة منصة إلى منصة أخرى ليست مئة منصة إلى البنك بحكم نالف وبأنه يعني هنا في الدول العربية ليس ممكن أن تقوم بسحب الأموال خاص بك. يمكن فقط يعني تضع مثلا الوالد خاص بي تي سي أو مثلا عملة مشافرة فقط ترونها ستترك العديد من الوالد مشافرة. ثم هنا العدريس. بعد ذلك هو النتورك الذي تختار هنا بتبطحر هنا بي تي سي أو مثلا بي تي سي بشكل مباشر. هنا يعني يمكن تعمله يعني السيد لما تقوم باختيار هنا الوالد أو العدريس الذي تريد. نحن سنختار لك يعني منصة يعني كيف تقوم يعني بصرف أموالك من عملة مشافرة إلى آآ دول الخاص بك. هنا شيء اسمه هذا البي تي بي يمكن من خلاله في هذا المكان أن تقوم يعني بإرسال الأموال من يعني آآ من يعني من الحفظ الخاص بك إلى آآ الدولة التي تريد. مثلا نحن لدينا يعني أموال عبرها بيرونس ندهم مثلا أول شيء إلى آآ أو قبل ذلك يمكن ندهم مثلا إلى عملية يجب أن تقوم بإجراءها وعملية تحويل من يعني من الرصيد إلى الفون يعني تقوم بتصرف العملة من مكان إلى مكان. نحن نطلق الحفظ في المغرب. يمكن نعمل هنا ثم بعد ذلك يمكن تختار هنا في هذا المكان يعني آآ آآ فون ديك من يعني في هذا المكان ثم تختار رسيد الذي تريد مثلا مئة دولار أو آآ أكثر من ذلك. وهذا كنت ثم بعد ذلك هنا كنفيرم ليتم تحويل رسيد من فيات سبوت إلى فون ديك حتى تستعمل مثلا تصريف آآ مثلا الرسيد من العملة أو الماكسيمون الخاص مثلا بك لحسب يعني العدد الذي تريده من خلاله. إن كان لديك الرسيد أو في أي رسيد آخر يمكن تختار مثلا رسيد الذي الذي كأمت. بعد ذلك تدعم مثلا إلى P2P ثم مثلا سنقوم بتحويل مثلا رسيد من العملة المشفرة إلى STH أو مثلا PMS أو مثلا إن كنت بالمغرب طبع دلحان يمكن نختار في إنتر منع المكان. ثم بعد ذلك آآ آآ نتصدر حتى تتهر لنا يعني العملية لهنا للأشخاص اللي يتيبعون لنا يعني يعني رسيد. قبل ذلك سنقوم مثلا هنا بتحكم أن هنا في المغرب مود نختار هنا مود. ثم يعني مود هنا العملة الخاصة بالدولة بدولة المغرب طبع الحال الموض هي أو الدرهم المغربي. ثم تختار مثلا البانكة الذي تريد مثلا السي آش أو مثلا الدجارية مثلا البانكة أو مثلا بمسي او سنختار مثلا هنا لشخة الذين يريدون الشراء أو مثلا PDC أو عملة الشفرة مقابل أن أعطيهم أنا أو تعطوني هنا يعني الدرهم المغربي. مثلا سنقوم بتحويل مثلا آآ آآ بعض الأموان ونصحك أن في عملية يعني السيل يمكن تختار أي شخص ولكن عملية هنا عملية عملية إذا عدتنا أنت العكس تريد ما تشترا الوزيتي يمكن تختار هنا نحن نريد بيع يعني نريد مثلا بيع الوزيتي إلى شخص يعني هنا في المغرب مثلا هنا في العديد من الشخص نعم المغرب تختار مثلا أن سنختار أي شخص بشكل عشوائي. هنا هذا الشخص يعني آآ أقل أقل شيء يمكن أن نقوم نقوم يعني يعني يشتري عشرة دولار طب حال هنا عشرة درهم صعبة جدا نحن لدينا فقط نريد مثلا خمسمائة درهم فقط هنا هيدا المكان وهنا نشاهد يعني هذه المدة التي يستغرق في عمية تحويل سر برض حين تكون أقل فقط دقيقة أو اثنين دقيقة أو أقل من ذلك المكتوبة هنا مئة المئة دولار ستتين أنا ألف وتسعمائة أسعة وخمسون دولار أو ألف وخمسونائة هنا مثلا مئة وخمسون دولار هنا ألف خمسمائة وثمانية 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 درهم يعني هنا درهم ستم تحولها عبر هذا البنك كيف سأقوم هنا بإضافة البنك الخاص به ندخل هنا هيدا المكان ثم هنا بيموت ميتوض هكذا بيموت ميتوض ثم بعد ذلك نختار مثلا البنك يعني المتواجد لدينا نحن نستطيع ذهم مثلا إلى إختيار إضافة بنك مثلا هنا ثم نختار مثلا هنا الشيء وهكذا يعني يمكن أن نضع مثلا البنك الخاص به مثلا هنا الشيء مثلا هنا الشيء مثلا نايم نايم الاسم الخاص به داخلها يعني الشيء يجب أن يكون بطريق الحال الحقيقي كذلك نايم الخاص بك رقم حسابك الخاص هنا ليست مهمة يمكن أن تضع مثلا فقط الشيء خط تدخل مثلا على كذا ثم وضع ذلك هنا سي آش وهنا إيبان يجب أن تقوم بوضع الإيبان الخاص بك في هذا المكان ثم بعد ذلك كونفيرم حتى تصريف مثلا إضافة البنك لكي يتم إرسال يعني يعني التصريف مثلا من العمل الشفرة إلى الموت يتم إرسال ذلك الشخص مباشرة يعني المال إلى المعفتك الخاص بالتريقة بسيطة غير كذلك هناك يعني شيء آخر وهو عملية يعني التداول كذلك يمكن تقوم بي كونفيرت يعني إذا عدت مثلا هنا كونفيرت أي مثل من الهدتة إلى PTC أو مثلا من PTC إلى ZT يمكن كذلك بطريقة بسيطة الغية من خلال فقط هذه الأعمالية عملية كونفيرت هي سهلة لسهلة الغية تختار مثلا نعم الذي تريد مثلا كونفيرت من خلالها مثلا هنا هكا العديد من العمل التي يمكن تقوم بعمل كونفيرت من خلالها بطريقة سهلة من الغير من خلال هذه المصر يعني تريد مثلا كونفيرت مثلا من HDT أو مثلا من PTC أو مثلا من خلال أي معش وعملية أخرى يمكن كذلك مثلا بسيطة غير كذلك هناك تداول من خلال مارجين كذلك تريد من خلال بط يمكن كذلك يعني تريد هنا بسيط لغير من خلال هذه المصر يمكن تقوم أيضا بالتداول من خلال يعني العمية يعني الشراء أو مثلا بإدارة مثلا الماء آآ من خلال الليمت أو من خلال الماركت ايضا تمت بيع راسيد أو غير ذلك من خلال هذه المنصة العجيزة بنص يعني جميلة جدا فيها كل شيء يعني رائع يمكن تداول من خلالها يمكن أن تقوم بإدارة يمكن أن تقوم ببيع راسيد مثلا من العمية المشفرة إلى العمية المحلية الخاص بك بطريقة سهلة لغير تقريب كل شيء خاص بمنصة بنص سنتظر لكم في الشراء القادمة مع لكم الله